قام بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة بايمي باداكي البير بذيارة لسلخانة الجرمية التي تعتبر قيد التشهيد فاطمة زهراء أبو المعني تحدف زيارة رئيس الوزراء بايمي باداكي البير وبعض معاونه إلى سلخانة الجرمية التي ما زالت قيد التشهيد إلى تفقد المشروع والوقوف على كيفية سير العمل في هذا المشروع المنفذة من قبل شركة كانتك جروبا هذا وخلال هذه الزيارة تفقد معالي رئيس الوزراء أقسام المشروع الستة والتي تشمل قسم السلقانة وحوط للتبريد وقسم آخر لدباخة الجلود ومعالجة المياه وقسم تحويل الإزام وبقايا الحيوانات إلى علف الحيوانات كما يحتوي المشروع لمباني إدارية وفيلة سكنية للعمال بالإضافة إلى كفترية كبيرة وعن أهمية زيارة تفقدية تحدث وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دكتور عبد الرحيم يونس علي قائلا بدل ما كانت المواشي تصدر ماشية الآن الحكومة فكرت في أن تصدر المواشي اللحوم والجلود وكل المخلفات التابعة للمواشي تصدر إلى الدول الأخرى وتستفيد جات من أملية التصدير في توفير الأيدي العاملة وكذلك فتح فرص الاستثمار والأعمال وكذلك لكي تكون لهذه الصادرات من اللحوم عائدات بنسبة لخزينة الدولة وتساعد في دعم الاقتصاد الوطني أما من ناحية رئيس الوزراء فقد تعبر عن ارتياحه لهذا المشروع الحيوي الذي يدخل ضمن المشاريع الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني مؤكدا في ذات الوقت أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية صعبة إلا أن الحكومة الشادية لم تقف مكتوفة العيدي يذكر أن هذا المشروع تكلفته الإجمالية تقدر ب57 مليون دولار ومن المقرر أن ينتهي العمل فيه بحلول العام 2018